هنا وفي هذا المكان تحديدا يسترجع مازل اللحظات الأولى لانطلاق شرارة الثورة التي مثلت بوابة الخلاص من نظام المخلوع بعد أن حاولت أجهزته وأتبعه وأن التورة وثنيهم عن الخروج بعد انتهاء الثوار من تأدية صلاة القمعة مرت سيارة صالون فيها مسلحين تتبع حمود الصوفي مرتكب مجزرة أربعة أربعة وألقت هنا بقنبلة راح ضحيتها العديد من الثوار ضحايا قرحا محطات عديدة مر بها الشاب الفبرايري مسجلا رصيده في سجل النضال بدءا من انطلاقتها ويومياتها ومرورا بمسيرة الحياة التي شارك فيها بين تعز وصنعاء والتي ظلت تلك الروح التورية تلازمه حتى انعقاد مؤتمر الحوار الوطني ومخرجاته ثورة الحادي عشر من فبراير في مرحلتها الأولى خلصت إلى أعظم حوار خاضه اليمنيين في تاريخهم الحديث وتتوقع الحوار الوطني الذي هو مولود من رحل ثورة الحادي عشر من فبراير يرى عقلان أن الواقع الذي تعيشه اليمن الآن ما هو إلا امتداد لمشروع الفبراير في الانتصار على الضلب ومحاربة المشاريع الإمامية والانقلابية والمضي نحو بناء الدولة المدنية الحديثة صوت الثورة بهذا اللقب عرف الشاب العشريني مازل عقلان حيث كان لصوته إيقاع خاص لتغيب خامته عن مسامع التواري وهم يرددون خلفه الهتافات التورية منذ انطلاقتها في الحادي عشر من فبراير 2011 حمزة أمين قناة بلقيس تعيز